موسيقى يعملون بشكل محترام وأن يوفرون خدمة جيدة لفائدة المواطنين وأنهم يتعرضون للابتزاز وأيضا لبعض الاعتراضات من طرف بعض أصحاب طاكسيات التي لا يغريهم هذه الخطاعة تطبيقات الدكية من أجل الملقشات القادية كما قلت نستطيع فهو السعب الطيف الكنداوي السعب الطيف مرحبا بك مرحبا سيري سمعناه بأن قريبا سيتم لحل مشكلة تطبيقات الدكية وأنه يكون قانون منظم لتطبيقات الدكية ومن ثم ما سيتم وضع الحل لذلك المشكلة الحل لذلك المشكلة ما بين السرع ما بينكم تطبيقات الدكية وما بين أصحاب سيارة صراحة نحن ديما كتعطانا وعود كتعطانا آمال من خلال المراسلات واللقاءات اللي كانت مع الناس مسؤولين ومع الجهات المعنية بالأمر والجهات الوصية في هذا الأمر واللي كتب معنا عن كتب وكتوكب معنا عن كتب تعطتنا وعود وآمل على أن ذلك شيء قريب لا محاله ولله ورسوله المثال الأعلى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي اتبعت فأول الأمر قال لك بعدت أنا والساعة كهتين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم 14 قرن ذا بابا شتوفة صلى الله على الحبيب وسلم وهو تنبأ بأنه بعدت بين يدي الساعة وبعدت هو والساعة كأسبوعين متوازين يعني ما نراه نحن بعيد الله سبحانته يراه قريب اللي فيها مصلحة البشر والعنصر البشري في السائق أو لا أي بشر أي مواطن عند الله سبحانه وتعالى قريبا ونحن نتأمله خير لمصلحة العنصر البشري ولمصلحة الإنسان والوعود اللي كتعطانا عبر ذاك شي اللي كنشوفه حنايا منصف للبشر الناس اللي كترفض هاد الأمر هادا ولي كتنفيه لمصلحتها حتى هي إذن عندكم شو شبوعود وعندكم شي الحمد لله الحمد لله ما دخلش من السطح ما دخلش من شترجم هاد شي جا الدولة عواد عوضة استراتيجية ديال المدن الدكية وذك شي مضروس ومعروف الوقت دياله وكل حاجة كتسن لكل أمة أجال وكل حزر كتسن لوقتها وكتسن أجالة انتم دائما دائما في وسائل الإعلام أو في المواقع التواصل الشمائية ما تؤكدون أن سحاب الطاكسيات تدر لكم تعترضوا السبيل ديالكم سحاب الطاكسيات تجعلكم لا تخدموا على خاطركم سحاب الطاكسيات بزارة اتهامات لموجهة سحاب الطاكسيات وخاصة المسألة للعطيرات البعض من أسحاب الطاكسيات تنفيذ المسألة هل تقول لنا أنت في هذا الأمر كينفيوها لأنها في مصلحتهم أنه مينفيوها لأنه مرتكي بالخاطع ومرتكي بالفعل دائما ما تينفي أنه دار باش يدافع على رأسه باش ما يتعتقلش أو باش ما يتتهمش طب الحال غينفيوها ولكن احنا كنعرفوا بأن البركاج كين احنا اللي كيتمارس علينا كنعرفوا بأن البركاج كين بعدة طرق من بينها طالب الرحلة طالب الرحلة والاستدراج ونصب الكامين والضبط والمحاصرة والمطاردة بعد اختارات كتبت يحتر المطاردة في الشارع العام والفوضى والضبط إلى حين قدوم رجال السرطة وهذه الصيفة هذه هي صيفة ينتحل فيها صيفة ينظمها القانون انتحال صيفة ينظمها القانون والصيفة الضبطية ومن اللي كيتم الضبط ديال بعض الحالات بعض الحالات بعمليات منظمة وبعمليات يعني استدراج ونصب كامير وثمته يتم الضبط عاد كتناديع لرجال السرطة إذن هنا التدخل ما بقاش قانوني تدخل أو لا فيه جنحة يتهم بها المتدخل والمرتاكب لهذا الفعل بالنسبة لي نحن إلا كنا ندير مخالفة في قانون السير في مدونة السير نعاقب عليها في مدونة السير بسيطة يعني هي جاربة العمل ستوب حركتي في فروج مدير تيش سمطة شاد تليفون مخالفة في مدونة السير والخلومات يقول لك بأن كنت تتمرسو في واحد القطاع خويا وخين فيهوما وخين فيهوما نحن نأكد لك بأن كين نصب الكامين وكين استدراج وكين طالب الرحلة وكين من أعتراض سابل ووحد الحالة نقدر أن تبتها لك كيورطوا فيها حتى رجال الأمن هذ الناس اللي كيقوموا بهذه الأفعال و بهذه الأعمال كيورطوا فيها رجال الأمن لما كيقوموا نقابيا بواحد الفعل نقابي اللي هو احتجاج ووقف احتجاجية أمام مقر أو من أجل شيء كيقوموا به في واحد المنطقة يعني طبيعة هار رجال الأمن كيتواجدو ما باش يأمنوا المنطقة ويحميوا المسألات الاحتياج يكون في ما هو قانوني هما داخل هذا الاحتجاج وداخل هذا الترخيص اللي كيخدوه ربما كيمشيوا لذلك الاحتجاج بدون أنهم يأخذوا ترخيص إنفوك يأخذوا لكيزي كيمشي وديروا ذلك الاحتجاج وباقي قام عطاهم الترخيص مالي كيحضروا رجال الأمن باش يأمنوا المنطقة كيربكوه هذا الموضوع بأنهم كيورطوا رجال الأمن بأنهم كيديروا استدراج السيارات هذي الحديثة روقعت مؤخرا وانفوع لأنها كانت مضبارة وكان استدراجات وكان طالب رحلات وناس راكبين منهم تاكسيات راكبين مع الناس وكيستدرجوهم إلى أمام رجال الشرطة بطبيعة حتى رجال الشرطة ما غيشوفوا حتى حاجة فيها اختلاف غيدخلوا إذن هذي المسألة راه مرفوضة خطرات كي أدي الأمر حتى اللي بتيزاز مالي كيشدوه كيبطوه شي منطقة بينهم بينه كيبتزوه ماليا إلا عطاهم يطلقوا خليوا السبيل دياله إلا ما عطاهمش عاد كي عطوا رجال الأمن وهذه المسألة كل شي ما عندنا ما يوتيبيت هذه المسألة لا را كيين ما يوتيبيت كيين في واحد المنطقة أمنية من الدار بيضاء واحد المنطقة أمنية اللي تم ضبط اللي تم ضبط واحد صائق مهاني كي يبتزف واحد صائق ديال التطبيقات وكي يطلب منه مقابل مالي وكي لك هات حالات وتم ضبط دياله باللتي نأكد لك وهذا الشرطة ممكن نأكدولك بالدالي ربما هذه حالات خاصة هذه ولكن كينا هذه اللي حصلت واللي تم ضبط ديالها متلبسا تم ضبط صائق مهاني ديال سيارات الأجرة متلبسا كي يبتزف واحد الشخص وكي يطلب منه مبلغ مالي وكي يدالي الأوضيوات دياله مليكان كي يبتزف فيه وحضور رجال الشرطة أثناء تسليم الأمانة وكان غير يتلقوا شكل اشتاكا اشتاكا هذاك المفعول به هو اللي اشتاكا عندي رجال الأمن وحضروا وضبطوا هذاك سيدو وتعرض على التضبط تحت الحراسة النظرية وقدمه إلى وكيل الملك إذن لك أنت في حالة الحالات خاصة القانون تيحسن فيها ولكن ما تشوش بأن حال الوقت بأن الصراع ما بينكم وما بين أصحاب طاكسيات يتم الحل دياله لأن الصورة على البلاد والصورة على المدينة ما يعتبرونه هم ما يعتبرونه هم صراع احنا نعتبره نضال من أجل بقاء احنا مواطنين من حقنا فرصة الشغل أنا مواطن القانون اللي يحميني واللي يعطيني حقي هو ذاك البند اللي كين في قانون في الدستور المغربي من حق كل مواطن فرصة الشغل شحان شما في القيطة اللي بغتين نقولوا تطبيقات حاليا حاليا كينا كينا احصاءات اللي من اللي بدو تطبيقات الحد الآن را كينا 12 ألف غير في الدار بيضا كينا 12 ألف إلى 13 ألف سائق ليزاويل في هذا الموضوع باش نكمل الكلام على السؤال اللي أنا قلتي أنا كنعرف بأن الباعة المتجوينين في إطار التقنين ديالهم في إطار الهيكلة ديالهم وفي إطار إدماجهم في التنمية اللي كينادي بها صاحب الجلالة والمشاريع الكبيرة اللي كيحط صاحب الجلالة من أجل التنمية البشرية ومن أجل رفع ذيك الهشاشة اللي كينا في المجتمع عدة مجالات عدة قطاعات فيها 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 هذا النوع من العمل الحر اللي هو غير مقنن اللي هو غير مهيكل في الصيد البحري يكون قوارب اللي هي كتعمل جنبا إلى جنب القروارب المقننة في الفراشة في الزناقيف أمام المتاجر المقننة كين مسائل كثيرة وهذا واقع دي المجتمع ديالنا الحالي ولكن كين سياسة رشيدة من صاحب الجلالة ومن الحكومة اللي كتتعاقب على هذه البلاد بأنهم يحلوا هذه المشاكل هذه مش يحلوها بصراع نحن كان نعتبره كفاح ونضال من جهة نحن وما كان نطلبوش المواجهة قال لك لا تتمنى لقاء العدو وإذا لقيتمو اسألوا الله تتبيت هما كيختارقو هاد الصراع وكيبادروا ليه وكي نضمو وكيستدرجو وخال أشان يتسعير دمات إنسان مواطن عادي بغي يمشي لعا تتحرك تطبيقات الدكية أشان يتسعير لليس تتحركوا بعد هو الوضوح والافيابيليتي نريد أن نضرب الاموتيكنيك الافيابيليتي ديالتطبيقات ديالالالسابيكيات هو الذكي تقدير التامن قبل الرحلة من اللي كي تضمون دي واحد الانسان واعي انسان عارف عش نو كيدير وعندو حرية الاختيار في أمر ما أو في طريقة التنقل كينا اني استمسيان ديالالالسابيكيات كيطلع ليه في تليفونه للرحلة من أ لبي كيقبلها ولا بترفضها ولا ترفضها هنا هاد الافيابيليتي كي تعطينا واحد اللي هو ابلكيسيو والابلكيسيو بالنسبة لهذاك المؤدي الخدمة وبالنسبة لطالب الخدمة وكين واحد الريضة وغيسي بخوك كين واحد الريضة متبادل بينهم بأن أنا دمانديك بها التامن تغيير الديني بها التامن يعني ما كيش المشكلة اه ما كيش المشكلة وغيسي بخوك يعني يقدر يكون ذلك شيء على غير بين هنا وبين هنا لذلك هو كيشوف تامن بعينيه وكيقبله وكيضمون وباغي هذه الخدمة وباغي يأدي عليها واحد لفريد أثناء طلب الرحلة قد تكون واضحة للزابون للزابون كيقبله أو لكيرفض هل في الطاكسي رأس تكون واضحة لا في الطاكسي يدعي جميع الممثلين دي الهيئات النقبية في تصريحاتهم وفي لقاءاتهم الصحفية يدعون بأن القانون واضح في هذا المجال للتسعير وبأن تسعير بينهم واضحة وقانونية مما يخالف القانون ولا نطرق لها كقانون عندي هنا واحد البند في القرار العاملي الذي يتعلق بهذه المسألة والقانون لا يطبق التعريف القانون الذي ساري بهذا العمل لا تطبق حاليا لأن جاء في القرار العاملي 2073 صادر عن والي جهة الدار في دستات 2012 وهو ساري المفعول إلى حد الآن من وإلى أقل من 5 كم ربعت دراهم أين وإلى أقل من 5 كم من 10 كم إلى 20 كم والقانون هنا دار كنت بقي شي تاكسي كبير بقي شي تاكسي كيتعامل بهالتسعير حاليا في الورقة 4 دراهم و 6 أقل مسافه و أكبر مسافه كين أتمية مخ شاريفا وكيزيدوا وكينقصوا كما بغاوا وكيديروا ذلك الشي اللي بغاوا بشرع اليد المعروف عن التاكسيات أنهم كيقوموا بشرع اليد كيقوموا بقوة الضغط والدفاع هذا سبب الروسيطة أنا ندره على الروسيطة من بعد في الصنف الثاني في التاكسي الصغير كيناسب عدري هامونس يلمونت عارف عليه في مدينة الضربدة في مناطق خراعب تانية ذلك الجهوية كل الجهة عندها خصوصياتها هذا من ما يظهر ويوضح أنه ما كينش قانون مونت ديم عبر ربع من ملكة هو القانون أصلا كيهضرو عليه وما أصلا ما كينش واخر بنسبرك نسي بالتي نكمل لك على القديدية سبعة درامونس سبعة درامونس في تاكسي صغير كان عرفوا دابة حالية لكيلك في تاكسي صغير أقل رحلة سبعة درامونس غالبا ما كيرضوش الصرف 8 دراما 10 دراما 10 دراما 10 دراما يرضوش الصرف لو كي لو وقفت على حقك يرضلك الصرف إذا كانت مسافة قليلة وكانت احترامت على الكونتور وذلك خير سبعة درامونس أعطي سبعة درامونس إلا من رحم الله اللي يطبق القانون ومخالفة والسلوكات والممارسات اللي كانت في التاكسي إلا من رحم الله اللي غادي فيما يرضي الله التاكسي بالقرار العاملي اللي ذكرت لك كين قانون هذه غيضة وابتة سلطة المحلية لتسيير هذا القطاع لا ترقى إلى مستوى القانون أما قانون من ضم عبره ربوع الملكة بالنسبة لهذا القطاع بالنسبة لهذا الفرع لأن قطاع النقل فيه فرع كنت سائق تاكسي سابق أشاني حاجة اللي غريتك مشيت لتطبيقات الدكية أنا خدمت في التاكسي عشت الإكرهات العادية اللي كيعرفها جميع المهنيين سائقي سيارات الأجرة في التاكسي عشت الإكرهات كاملة عشت غلاء الروسيطة عشت هذا القانون اللي كيهضروا عليه هما الذي لا ينظم الروسيطة التي تخص العنصر البشري السائق المهني اللي هي هدا 450 هدا 350 هدا 300 درم هدا 150 صنهار هدا يخدم جوجة شوافري هدا يخدم ثلاثة الروسيطة بالنسبة له أنا كانت مشكلة إكره التوقيت كان عندي إكره في التاكسي خدمت في التاكسي أديت فيه 15 سنة اشتغلنا فيه باش تنجح فيه التطبيقات لأنه كانت آملنا فيها وكانت نقلة نوعية وكان حلم أنه هو هذا التطبيق الدكي يغير التاكسي ونضمه ويهيكله بوحد طريقة رقمية حتى يرقى إلى مستوى ما يعرفه العالم من سيارة أجراء وانت قلت لي أن هذه الإكرهات ما عندهش حل السبب فيها نحن كنا نقوله الريع إياك كنا نقوله الريع والقريمة ونظام الريع ما قيناش هاد المسألة دير الريع والقريمة تهمشات ولا الاستغلال هذا والاحتيكار ولا الاستغلال ولا شخص مستثمر في قطاع التاكسي عنده 13 14 15 20 تاكسي وكيشري بواحد سومة عالية كيشري في النوار تاكسي بواحد الحلاوة وكيفرضوا واحد الروسيطة غالية وكيفرضوا واحد طريقة عامل هادك المشغيل ودائما هاد النقطة هادي كانوا بغين تطرق لها وما كيجيز المانون كذا ما تفكرتها وغير تحت لي فرصة اسمح لي لأول تعليق لهذا نقوله بأن نقابات كتوهم الناس ديولها كتوهمهم بأن الطرف اللي كنحاوروه ولي كنوجهوه المرافعات ديانا كنقابات هو داخلية أو وزارة النقل أو الجهات المعنية بالأمر الواصية في هذه المسائلة الطرف اللي خاص ترافع ضده النقابات وتناضل ضده هو المشغيل هو هادك المستثمير اللي ولت عنده وربعين ثلاثين طاكسي لفرض واحد الروسيطة غالية لفرض واحد ظروف مكرهة للسائق كيخدم فيها في ظروف غير 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 مؤمنة للكرامة غير مؤمنة لاستقرار العمل غير مؤمنة لبزفت الأمر في إطار هادك مسألة القانونية اللي تهضروا عليها بعض النقابات ولي كيتطرقوا لها دائما بأننا فضعية غير قانونية وبأن حتى النقابة اللي أنا جيت كنمثلها الآن كنائب العام دي الكاتب الوطني مقاوين الذاتين المنتمين إلى النقابة الديمقراطية النقل كيقولوا بأننا كنمثلوا خطافة نحن كنمثلوا العنصر البشاري العنصر البشاري اللي هو أصلا الهدف من تواجد ومن وجود هذه النقابات أصلا النقابات تدافع العنصر البشاري على السائق المهني أينما حل وارتحل بحيث أنها تكون معاه في الإكرهات ديالو في القطاع اللي كيمرت فيه أو اللي تكون معاه في إطار أنه كيوجه النظال ديالو الكفاح ديالو الاجتهاد ديالو باش يقنن واحد الحاجة الجديدة غي يستفد منها المواطن نحن كمواطنين من حقنا فرصة الشغل من حقنا تقنين واحد المجال الجديد تكنولوجي غنخدموا فيه نحن كتطبيقات نحن كتطبيقات دكية معتمدة على السيارة الخاصة سائقين مهنيين أنا جيت من الطاكسي التحقت بالناس اللي كيخدموا في تطبيقات ويقولوا بأنها غير قانونية أرى دور النقابة هذا التقنين هذه المزائلة هذا دور النقابة شكرا سيابل الطيف شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتابعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء فرصة القادمة شكرا